الحمد لله الحمد لله العزيز الوهاب منزل الكتاب مجر السحاب هازم الأحزاب لربنا تقدست أسماؤه الحمد على نعمه التي نعلم والتي لا نعلم حمدًا دائمًا يرضاه ويعظم به الثواب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور التواب وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المفضل بالحكمة المفضل بالحكمة وفصل الخطاب اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله والأصحاب أما بعد فاتقوا الله تعالى الذي ربَّاكم بنعمه وعمَّكم برحمته ومتَّعكم بعافيته ولم يعاجل العاصين بعقوبته يا أيها الناس أنتم الفُقراء إلى الله والله هو الغني الحميد عباد الله عباد الله قد علم ربكم ضرورة حاجتكم إلى ما في صلاحكم في دينكم ودنياكم وعلم وعلم أن عقول البشر مهما ارتقت وبلغت من التجارب لن تُدرك أسباب السعادة الدنيوية والأخروية ولذلك بيَّن الله أسباب السعادة الدنيوية والأخروية للعباد وحضَّر العباد من أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة رحمةً من الرب تبارك وتعالى وفضلاً وإقامةً للحجَّة على الخلق وإذا كان أكمل الخلق عقلاً وحكمة وفطرة وأكمل الخلق خلقاً وخلقاً وسيِّد البشر محمدٌ صلى الله عليه وسلم لم يعلم إلا ما علَّمه الله تعالى ولم يهتد إلى أسباب السعادة إلا بما أوحاه الله إليه من الكتاب والحكمة فغيره من الأمة من باب أولى لن يعلم أسباب السعادة الدنيوية والأخروية إلا بما أنزله الله على نبيه محمدٍ صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلَّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا وقال تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورًا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراطٍ مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور؟ وقال تعالى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ قُلِ الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا فالإنسان مهما بلغ عقله وقوي إدراكه وكثرت تجاربه وطال عمره لا يهتدي إلى سبل السعادة الدنيوية والأخروية إلا بالوحي المنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام ولعلم الله ولعلم الله ولعلم الله عز وجل بعجز الإنسان عن معرفته بتفاصيل الهداية وعجزه عن أسرار الكثير من التشريع الإلهي بيّن الله تعالى له هذه الحقيقة وبيّن للناس فقال سبحانه وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرٌ لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال تعالى في المواريث آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضةً من الله وكان الله عليماً حكيماً في آياتٍ كثيرةٍ بهذا المعنى وكما تكفَّل الله بالأرزاق لمخلوقاته بقوله تعالى وما من دابةٍ في الأرض وإلا على الله رزقها ضمن للعباد بيان الهداية التامة رحمةً منه وفضلًا فقال تعالى إن علينا للهدى وقال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سننًا الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليمٌ حكيم وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوَم وقال سبحانه كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وبعد وبعد بيان تفاصيل الهداية وتفاصيل الضلال قامت الحجة لله على العباد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والعباد مجزيون على أعمالهم في الدنيا والآخرة قال عز وجل فمن يعمل مثقال درةٍ خيرًا يره ومن يعمل مثقال درةٍ شرًا يره وقد قضى ربنا وحكم ووعد بأن السعادة في الحياة وبعد الموت وحياة الجنة الأبدية قضى أن تكون هذه السعادة في كلمتين في الإيمان بكلام الله تعالى وفي العمل بكلام الله قال الله تعالى يا بني آدم إما يأتي أنكم رسلٌ منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وتاريخ البشرية وتاريخ البشرية والرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم شاهدٌ وشاهدوا الصدق وناطقٌ بالحقائق التي لا ينكرها أحد على أن السعداء والمفلحين والفائزين والمصلحين للأرض والناجين من خزي الدنيا وعذاب الآخرة والأخيار هم الرسل وأتباعهم الذين آمنوا بكلام الله وعملوا به ألا تحب أيها الإنسان أن تكون معهم وأول البشر وأول البشر أبونا آدم صلى الله عليه وسلم لم ينل لم ينل الاصطفاء لم ينل الاصطفاء والهداية التامة بعد الخطيئة إلا بالإيمان بكلام الله تعالى والعمل به قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلماتٍ فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وقال سبحانه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ثم ثم من الله بعد آدم عليه الصلاة والسلام من الله بكلامه ووحيه سبحانه على الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأثنى عليهم وعلى أتباعهم بأبلغ الثناء لما قبلوا آيات الله وعملوا بها ودعوا الناس إليها قال تبارك وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرّ سجدًا وبكيًّا فالإيمان فالإيمان بالله وكلامه والعمل به هو الفوز والفلاح وسعادة الدنيا ونعيم الآخرة ولا يقبل الله ولا يقبل الله طاعةً لعبد ولا ينجو من النار أحد إلا بالإيمان بكتب الله مع أركان الإيمان وأخبر الله في آخر سورة البقرة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم حقّقوا هذا الإيمان فقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرّق بين أحد من رسله ولا يصلح ولا يصلح الأرض ولا يصلح المجتمع إلا كلام الله وتشريعه وإقامة كتاب الله الذي هو سبب في سعة المعايش والأرزاق قال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم قال المفسرون المراد بما أنزل إليهم القرآن لأنه مهيمٌ على الكتاب ومصدقٌ لما قبله من الكتب بل الفرد في خاصته لا يصلح حاله وحياته ولا يصلح إلا بالقرآن قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فذكروا قراءة القرآن فذكروا قراءة القرآن بعد الوعد بالحياة الطيبة إشارةٌ إلى أن تلاوة كلام الله والعمل به سبب الحياة الطيبة ونعيم الجنة بل الجنة بل الجنة وما فيها من النعيم الأبدي السربدي كتبها الله لمن آمن بكلامه وعمل به قال تعالى يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أرثتمها ما كنتم تعملون لكم فيها فاكات كثيرة منها تأكلون وأثنى الله على عباده الذين آمنوا بكلام الله وعملوا به وممن خصه الله بالثناء على هذا الإيمان أكرم الخلق على الله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى فآمنوا بالله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وهذا النبي الكريم على الله قصه الله عز وجل بهذه الشريعة التامة السمحة الكاملة التي وسعت الناس كلهم وكان الفضل فيها للتقوى عند الله تعالى ومن الله تعالى ومن الله تعالى على البشرية بهذا القرآن الذي بيّن الله فيه الحق فيما اختلف فيه أهل الكتاب قال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانا سبول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصلاة المستقيم فجاء هذا النبي فجاء هذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام بملّة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي أثنى الله عليه بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وكمال هذه الشريعة والرحمة فيها أنها تحقق وتلبي حاجات الناس كلهم بالعدل والوفاء والحق وترتقي بجوانب الحياة إلى أعلى المستويات في كل جانب وما يكون من نقص عند بعض المسلمين فليس من الشريعة إنما هو من الجهل في التطبيق بقصد أو بدون قصد ولم تعجز ولم تعجز الشريعة الغراء ولم تعجز عن الحكم الشرعي في كل معضلة ونازلة تنزل بالأمة لأن مصادر التشريع والأحكام ثابتة لا تتغير ولا يدخلها الهواء فالأحكام الشريعة تأخذ من كتاب الله فإذا لم يكن الحكم في كتاب الله أخذ الحكم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن في السنة فيرجع إلى الإجماع وهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة ولا يحل بعد ذلك مخالفتهم والإجماع لا يكون إلا مستندا إلى نص فإن لم يكن إجماع فالرجوع إلى القياس الصحيح وهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بين الأصل والفرع وقد عمل الصحابة قد عمل الصحابة بالقياس الصحيح ومن بعدهم وقد بسط القول في القياس الصحيح الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إعلام الموقعين عن رب العالمين بما لم يسبق إليه والمقصود أن الشريعة الإسلامية كاملة تامة ضمنت مصالح الناس الدينية والدنيوية وأنها مبنية على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها هلك وما أشبهها بسفينة نوح عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين وكما وكما حكم الله بالسعادة في الدنيا والنعيم في الآقرة لمن آمن بكلام الله وعمل بشريعته كذلك حكم الله وقضى بأن العذاب والشقاء في الدنيا والخلود في النار لمن كذب بكلام الله وترك العمل به قال الله تعالى قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسيرون وما أهلك الله وما أهلك الله الأمم الخالية إلا بتكذيبهم بآيات الله قال الله تعالى وَتِلْكَ عَادٌ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ وَعَصَوا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيُومَ الْقِيَامَةً أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قوم هود وغيرهم من الهالكين مثلهم في التكذيب أيها الناس أيها الناس قد تبين لكم سبيل المهتدين الناجين وتبينت لكم وتبينت لكم سبل الهالكين الضالين فكونوا عباد الله من المهتدين الناجين ولا تكونوا من الهالكين قال الله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لالكم وصاكم به لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الإسلام المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه رفور رحمه الحمد لله الحمد لله ذي الجلال والإكرام ذي الملك الذي لا يرام والعزة التي لا تضام لربنا الحمد على الإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله وخير الأنام اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فاتقوا الله عباد الله فما فاز بالخيرات إلا المتقون أيها المسلمون قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وفي الحديث كلكم وفي الحديث كلكم يدخل الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وأخلصوا أعمالكم وأقوالكم لربكم فإنه عليم بذات الصدور فإن الله لا يقبل إلا خالصا والزموا والزموا كثرة الدعاء فلن يهلك مع الدعاء أحد إباد الله إن الله وملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا اللهم أرضى على الصحابة يا أجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل وأصحابي يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك في كل مكان يا رب العالمين وفي كل زمان إنك على كل شيء قدير اللهم تولى أمر كل مؤمنين ومؤمنة وأمر كل مسلمين المسلمة يا رب العالمين يا اللهم إنك أنت الغني ونحن الفقراء اللهم لا تكلنا إلى أنبوسنا طرفة عين لولا تكلنا إلى أنبوسنا يا رب العالمين طرفة عين ولا أقل من ذلك إنك أنت الله الرحمن الرحيم اللهم إننا نسألك أن أسألك الجنة وما قرب إليه من قولنا وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قولنا وعمل اللهم عذنا وعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وأوليائه يا رب العالمين وأتباعه أنك على كل شيء قدير اللهم عذ المسلمين وذرياتهم من الشيطان الرجيم يا رب العالمين اللهم إننا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا أرحم الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزد وعذاب الآخرة اللهم احسن عاقبتنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن إبادتك ربنا لازل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إننا نسألك أن تحفظ بلادنا اللهم احفظ حدودنا واحفظ جنودنا يا رب العالمين واحفظ هذه البلاد يا أرحم الراحمين اللهم اوفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم اوفق لهداك واجعل عمله في رضاك وأعينه على كل خير يا رب العالمين وانصر به دينك اللهم اوفق ولي عهده اللهم اوفق ولي عهده رئيس مجلس الوزراء اللهم اوفقه لما تحب وترضى ولما فيه الخير الإسلامي والمسلمين اللهم اعينه على كل خير يا رب العالمين اللهم إننا نسألك يا ذا الجلالي وإكرام أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم إننا نسألك أن لا تكلنا وأن لا تكل المسلمين إلى أنفسهم اللهم ارفع المسلمين الشدائد والضراء والكربات يا أرحم الراحمين وأصلح حوالهم في كل شيء يا رب العالمين واحفظ مقدسات المسلمين اللهم آمن رعاتنا واسترعوراتنا وعورات المسلمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاذ القربى وينهى على الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل على نعمه واشكروه على نعمه وألائه يزدكم والذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر